والله يعني ملف السيارات يعني صراحة يعني ليس من يعني يعني متأسف أن هذا الملف لم يجد طريقه للحل الجذري والحل الأمثل بما يتطلب يعني ويتوافق مع احتياجات السوق واحتياجات المواطن وش نقول أنا يعني أنا وجهت سؤال إلى السيد وزير الصناعة وسألته حول لماذا تم توقف عملية استيراد السيارات خاصة الكوطة تاعة 2023 للمتعامل اقتصادي قال لك ما كملتش الكوطة تاعة 2023 والكوطة تاعة 2024 الآن تقريبا انتهت سنة 2024 وما هو المرتقب فكان الجواب تعب بأن هذا الأمر يعني له توازنات متعلقة بحجم الأموال التي ترصد لاستيراد السيارات القرار ليس بيد الوزير بحد ذاته بل هو قرار يعود إلى المجلس الأعلى لضبط الواردات وبالتالي نقول بأن حان الوقت وهذا رأيي ندافع عليه منذ سنوات بأن مسألة السيارات لابد نفصل ما بين السيارة استيراد السيارة الجديدة كسلعة معمرة كتجهيز لصالح المواطن هذا يخضع لضوابط الاستيراد ويروح الوزارة التجارة مع دفتر شروط متعلق بالجانب التقني متعلق بالسلامة وبالبيئة إلى غير ذلك ويروح كسلعة نستوردها تراقبها وتؤطرها وزارة التجارة وتخضع حتى للمجلس الأعلى لضبط الواردات أما مسألة إرساء وتكون عندنا نظرة متكاملة في مسألة إرساء صناعة متكاملة للصناعة الميكانيكية في الجزائر بما فيها صناعة السيارات وصناعة المناولة وكذا هذا يدخل من صاميم اختصاصات ومهام وزارة الصناعة وبالتالي لماذا هذا الإرباك الذي يحصل وهذا المشكل الذي يحصل في السيارات في الجزائر لأن أدخلنا الأمرين مع بعض لا سرحنا وطيرة استيراد السيارات لصالح المتعاملين الذي تم اعتمادهم ولا استطعنا أن نتقدم خطوات كبيرة في مجال الصناعة وبالتالي في اعتقادي حان الوقت للفصل ما بين الأمرين كذلك على وزارة الصناعة يجب تقديم جواب شافي وكافي لصالح المتعاملين الآن توقيف عملية استيراد السيارات أضرها بالمواطن ليحتاج إلى السيارة الجديدة وأضرها بالمتعامل الاقتصادي لهؤلاء الوكالة اللي تم منحهم تراخيص وهيئوا محلات وأنفقوا أموال ووظفوا موظفين والعملية توقفت لابدنا الرعي مصالح المواطن والرعي مصالح المتعامل الاقتصادي اللي هم الوكالة السيارات شكرا أول قناة إلكترونية في الجزائر